حتى يدخل الإنسان هذا المضمار ويشارك في هذه التجارة عليها أن يعلم أولاً أن ماله هو المستفيد أنه هو المستفيد من التكافل والإنفاق وقد أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن النفقة والصدقة لا تنقص المال ما نقص مال من صدقة بل تزده وأخبرنا أن الإنسان إذا تصدق بشق تمره من كسب طيب والله تعالى لا يقبل إلا الطيب فإن الله ينميها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل العظيم وحينما يقول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً أنت حينما تقرض التاجر الكبير ولله المثل الأعلى تكون مطمئناً على مالك أنك تحصل عليه في أي وقت لأنه رجل عنده من العقارات والأملاك والحسابات فأنت حينما تقرض الله أنت وضعت مالك في مأمنه وهذا القرض هو الذي ينمي ويزيد المال في أخراك في ميزان حسناتك بل يزيده في دنياك وقد جرب المنفقون من المقلين والمكثرين أنهم ما أنفقوا إلا وأخلف الله عليهم أحدثني أحد الأقارب وهو رجل فقير الحال قال والله أنا أتعجب ما تصدقت بشيء من طعام البيت إلا وجاءني أضعاف مضاعفة وأظن أن من التجار من أدرك مثل هذا الأمر حتى أن الإنسان قد يزداد من النفقة ليجني خيرها الدنيوي وعليه حينها أن يتذكر الأجر الأخروي ليحق نيته ويزيد أجره وتوابه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة